عالم مارفل مليء بالسوبر هيروز لكن البطل الوحيد اللي بشوفه أنا بينفع للألعاب هو سبايدر مان واجتنا هالسنة لعبي لسبايدر مان ومن تطوير ستيديو إنسومنياك هالشي هذا كفير بإنه يرفع لك الهايب لفل إلى المليون السلام عليكم وآهلاً فيكم جميعاً بمراجعة لعبة مارفل سبايدر مان أحد أكبر عنوين سوني في هذا العام وواحدة من قلائل ألعاب السوبر هيروز اللي موجودة في هذا الجيل رح تبدأ معك اللعبة مباشرة بالأكشن مقدمة اللعبة ممتازة ورح تخليك تأخذ نظرة أولية على كمية الحماس اللي ممكن تواجهها باللعبة لأدام اللعبة ما رح تستناك تمل من طول المقاطع السينمائية بالبداية أو تعطيك تعليمات غبية بيعرفة أي جيمر عمره خمس سنين لكيف تضرب وكيف تراوغ وهي الشغلات هاي على الرغم إنه هاي اللعبة تحديداً لازم لها تعليمات لحتى تتعلم التحكم لأنه شوي مختلف عن بقية الألعاب لكن هذا المطور بيشوف إنه أفضل طريقة لتعلم اللاعب التحكم هو إنك ترميه بنص القتال وتعطيه بعض البيسيكس أو الأساسيات وتقوله يلا وريهم قوتك لعبة سبايدر مان ما رح تعرفك على بيتر باركر ما رح تعطيك معلومات عن هذا كيف صار سبايدر مان وكيف كان يشتغل بالمختبر ولا مين هاي ماري جين أو مي باركر الكتاب عم يتعاملوا معك على إنك أنت أريدي بتعرف هالمعلومات هاي ورح يبدأوا معك مباشرة مع سبايدر مان الذي يريد إنقاذ العالم هاي نقطة إيجابية ومهم إنه أشكر علي طاقم الكتابي لأنه يعني كل البشر بيعرفوا من هو بيتر باركر وكيف صار سبايدر مان ما في داعية ترد تعيد وتزيد فيها وحتى لو ما حدي بيعرف كيف صار سبايدر مان أنا بشرح لكون إياها بسانيتين أرسوا عن كبوت وصار سبايدر مان بس آهي القصة حلوية عن رغم إنه أحداثة متوقعة بشكل كبير كان في بعض المحاولات حتى يصدموا اللاعب ببعض الأشياء أو ببعض خلنا نقول توستات اللي صارت باللعبة ويعني أنا شخصيا كنت شوف أشياء مو عادية بس كنت أحيانا شوف تطلع هيك وقول أوكي أنا لازم أنصدم هلا ولا لازم أتفاجأ ولا شو لازم أعمله بالضبط أغلب الأشياء اللي صارت أو أغلب الأشياء الكبيرة كانت أشياء أوريدي متوقعين تصير فالقصة من ناحية التوستات أو الريفيل أو أي إن كان الشغلات اللي ممكن تصدم اللاعب حسيتها كانت مش كتير قوية بهالموضوع هذا وإن كانت يعني في أشياء ريفيل كبير فهو غالبا متوقع بشكل كبير أنا توقعته من أول ما بلشت اللعبة أساسا برضو كان في محاولات كوميدي أغلبها من بيتر باركر أو سبايدر مان نفسه المحاولات كانت ناجحة بأغلب الأحيان صراحة ضحكت كتير على بعض الحوارات واللقطات الكوميدي والجانب الكوميدي أعطى اللعبة طابع هزلة يعني ترى أنت عم تلعب لعبة سوبر هيرو بالأخير لا تأخدها جد زيادة عن اللزوم أول ما بتبدأ اللعبة بيعطوك خيارات منها خيار لتجاوز الألغاز إنك تعمل سكب لأي لغز بيجيك بحيث إنه أي مرحلة فيه لغز بيمشوك مباشرة لما بعد اللغز كأنك حليته صراحة الخيار هذا جدا مهم خصوصا إنه ألغاز اللعبي كتير صعبي تحديدا يعني هذا اللغز اللي راح تشوفوا الآن قدامكم شوف شوف يا حبيب اللغز وصعوبته يا رجل هذا أينشتاين بذاته ما بيقدر يحله من صعوبته أنا أنا مستأنا ما بعرف كيف حليته أصلا برضو فيه خيار تاني بيلغي لك الكويك تايم إفنت واللي هو إنه إذا صار فيه مشهد بدك تضغط فيه أزرار بنفس الوقت مشهد سينمائي راح تروح الأزرار هاي وهني يضغطوه تلقائيا من نفسهم يعني فعم يسهلوه على اللاعب يعني أوكي فهمنا إنه بعض اللاعبين مش كويسين بالألغاز ومتعطيتوهم الخيار هداكي يمكن لأنه ما بيعرف يحل لغز معين بس مو لدرجة إنه ما يعرف يضغط زر زر يا رجل زر بدور أحداث اللعبة بمدينة نيويورك المدينة جميلة جدا بالنهار مليئة بفانزات سفايدرمان اللي موجودين بكل مكان بينبسطة لما بتمشي جنبهم وتسلم عليهم ويصوروك وحتى إن كان في بعضهم يعطوك هاي فايف وكثرة الناس حواليك جميلة وبتحس العالم حي وحيوي مليان تفاصيل حلوي بالنهار بتحس إنك أنت عايش بمدينة فعلا قوي وممتازة في كتير ناس كانوا يشككوا بأنه والله أجهزة الكونسول ما بتقدر تتحمل هيك نوعية من ألعاب الضخمي وفيه هالتفاصيل الكتيري لكن يبدو أنه الأشخاص هدور كانوا غلطانين مشكلة الوحيدة بالعالم هو بالليل الليل بصير فيه اختلاف سلبي شوي شلون يعني؟ يعني فيه تفاصيل المباني بتصير أضعف الإضاءة بتصير أقل بشكل يعني بشكل سيء مش بشكل أحسن يعني وخصوصا لما بتقارنه مثلا بعالم باتمان آركم نايت اللي هيديك أساسا مصمم أنه يكون بالليل يعني ما بصير نقارن بيناتهم لكن مدري بالليل حسيته مش كتير كويسي مثل النهار لكن لا تشيلهم ترى أغلب وقتك رح تلعبوا بالنهار فمش مشكلة كبيرة التنقل في عالم اللعبي هذا ممتع ورائع وحماسة ومجنون وكل الكلمات التي توصف الجمال في هذا العالم أخيراً قدرت ألعب لعبة السبايدرمان الحقيقية هيك اللي كنت أتمنى صير مثله بالأفلام هيك الأرجحة بين المباني وبتمر من جنب عالم هيك بسرعة وتسمعهم عم يقولوا أوه سبايدرمان تحس حالك يا أخي سعيد لما بتمر جنب ناس هيك وبيعطوك هيك تحية أو شي مثل لي وحتى فيه هيترز على فكرة يعني أنا كنت لما أمشي جنب العالم اسمع ناس عم يحكوا أنه ترى هذا سبايدرمان مين هذا سبايدرمان أصلا فحلوة تفاصيل العالم البسيطة عجبتني كتير للأمان التنقل بهاي اللعبة خرافة لدرجة أني ما اضطريت استخدم الفاست ترافل ولأنه المطور بيعرف أنه ماحد رح يستخدم الفاست ترافل فراح حط تروفي لو عملت فاست ترافل خمس مرات بتعرفوا شو آخر اللعبي لعبتها والتنقل فيها كان ممتاز لدرجة أني ما استخدمت الفاست ترافل سنسيت أوفردرايب واللي هي من نفس تطوير الاستوديو هذا يعني صراحة إنسومنياك لازم يفتحوا مدرسي اسمها كيف تتنقل في ألعابك بدون ملل في خمس أيام وبدون معلم حديثا عن الملل هون بيجينا الجيم بلاي وهون رح تجينا معضة اللي أنا واجهته ما بعرف ما حسيت كتير ناس واجهوه اسلوب اللعب مليء بالقتالات القوية والممتعة القتال باللعب ممتاز وممتع خصوصا لو عرفت تعمل الكمبوهات والمراوغة والفينيشر والحركات الخاصة بشكل صحيح رح تستمتع فيه كتير في قتالات يا رجل إيجاني حماس مش طبيعي وادرينالين هيكي عالي هادمدر شو بسموه حسيت حالي مبسوط كتير وأنا عم بقات الأعداء سواء كانوا أعداء عاديين أو زعماء أو أي إن كان لكن المشكلة اللي واجهته هو أنه كان فيه تكرار مزعج باللعب هاي سواء بأنواع الأعداء اللي ما فيه إلا ثلاث أنواع بس من الأعداء بتواجههم تقريبا خلال اللعب كاملي وحتى لما قرروا يضيفوا عدو جديد يعني حطوه بنهاية اللعبة لأ وما بتعرف كيف دك تضربوه ما بتعرف كيف دك توصلوه كيف دك تضربو شلون شلون ما بتعرف بس هيكي عدو جديد هالشي هذا ممكن مشي لو اللعبي أصيري لو مثلا اللعبي خمس ساعات عشر ساعات لكن اللعبي مدتها خمسة وعشرين ساعة يمكن بس قصة وكم مهمة جانبية ولسه فيه أشياء ثانية تعملها بالعالم شي مو حلو أبدا أن يكون عندك هالتكرار الممل بالأعداء وأنتي بتعرف أنه لعبتك طويلة ومو بس الأعداء بل أيضا المهام نفسه مهام القصة نفسه أغلبها بتحتوي على نفس الفكرة بتوصل للمكان الفلاني بتقاتل الأشرار وبتنقذ الأبرياء وانتهى بترويد مرة ثانية بتوصل للمكان بتقاتل الأشرار وبتنقذ الأبرياء بتوصل بتقاتل بتنقذ حسيت الموضوع شوي صار مكرر بشكل مستفز على أشكال مختلفة والله هالمرة في سنايبرز شو رأيك تعملها بالتخفي والله هالمرة ما في سنايبرز روح قتلهم بالدرم يا أخي طيب بدنا اختلاف شوي باللعب نفسه ومو تحط لي نفس النظام وتكرر لي أكتر من مرة بألوان تانية تقول لي والله هيك مختلف هاي بالموز وهاي بالشوكولاتة وهاي بالفراولة يا رجل تتذكروا مقولتي الخالدي اللي قلتها بمراجعة لعبة We happy few اللي هي For each problem there's event بالضبط same goes for spider man أنا ما بعرف يعني من بين كل الأشياء اللي كان ممكن يطلعوا فيها لحتى يخلوا المهام أمتع ما عرفوا إلا يجيبوا فكتين ثلاثة ويظلوا عم يعيدوا ويزيدوا فييهم باستثناء بعض المراحل اللي كان فيها أفكار حلوة واللي هي لا تشكل النسبي الكبرى أنت عم تحكي عن لعبة طويلة كتير 25 ساعة يا رجل وبرضو في عندك المراحل اللي بتلحق فيهم شخص أو شي معين وإذا قربت منه بتضغط زر مشان تمسكوا يا أخي النعيم المراحل هاي مستفزي وفي كتير مطورين أساساً كانوا يستخدموها بألعاب وشالوها لأنها أزعجت اللاعبين أساساً زكريد مثلاً بتروحوا أنتوا بتضيفوها بسبايدر مان ليش يا أخي مين طلبة منكم؟ كان فينكم تعملوها بشكل مختلف إذا مصرين تضيفوها فخلينا أقولكم إياها بمعنى آخر أو خلينا لخص لكم الكلام بكم جملة سريعاً القتالات والتنقل باللعب هاي ممتازين جداً إلا أنه كان في قرارات غريبة من إنسومنياك راح تخليك تكرهن بكتير من الأحيان أو مشا ما أتكلم على لسان المتابعين كرهتني فيهم ببعض الأحيان للأسف لما بشوف أسلوب لعب رهيب مثل هذا الموجود بسبايدر مان بيقتلوا المطورين بأغلاط كان من السهل تفادية أساساً هاي الأغلاط ليش برتكبه ومطور عنده كلها الخبرة بالسنين يا أخي نقطة أخيرة واللي هي الزعماء قتالهم كان عادي صراحة ما في إلا الزعيم الأبل الأخير استمتعد جداً فيه وأنا متأكد أي شخص لعب اللعبي وتواجه مع الزعيم هذا بيعتبره أفضل زعيم باللعبي لأنه فعلاً قتاله جداً ممتاز لكن بقية الزعماء كانوا يعني عاديين غير القصة الرئيسية في أشياء جانبية بتعملها مثل الهجوم على مراكز الأعداء وتنظيفة تجمع الشناتة أو تصور مناطق معينة بتكسب من وراها يعني أشياء ونقاق معينة مشان تطور حالك أو حتى في بعض المهام الجانبية فيه قصة يعني المهم الجانبية هاي نفسه فيه قصة وفيه بالأخير قتال زعيم وشغل محترم يعني من بين المهام الجانبية كلها أكتر شيء استمتعت فيه هو مهام الريسيرج مهام حلوي صراحة وفيه تنوع جميل مش كلها بتعتمد على القتال أو التنقل وفيه أشياء هيكية متنوعة يعني عاملي لك كليكشن جميل وإذا أنت عم بدك تلعب سبايدر مان حط ببالك أنك تلعب كل مراحل الريسيرج لأنها مراحل جدا جميلة المهام الجانبية راح تحس بقيمتها أكتر لو إجي تتطور حالك وتشتري بدلة جديدة مثلا أو أداة جديدة راح تتستخدمها بالقتالات أو باللعب وما راح أحكي عنهم شي كتير لأنه بد اللاعب يستكشفهم بنفسه بتكون أحلى يعني أحسن ما أقعد قلكن والله البدل هاي والسلاح هذا والشغل هاي خلص أنتوا استكشفوه أنا علشو اللي خلنا فيكم أكتر شيء أزعجني بعالم اللعبي هو كيفية كشف الخريطة الخريطة أول ما بتوصل لمنطقة جديدة بيكون ما فيها تفاصيل أنت ما نكشايف شيء لحتى تروح على برج مراقبي وتفعله مشان تنفتح لك الخريطة يعني أنا ما بعرف شو بدي أحكي صراحة السلبيات المزعجة اللي تخلوا عنا كل الشركات بألعابها عم نشوفها الآن بسبايدرمان ياخي ليش ياخي؟ لأ ومن مين من إنسامنياك؟ مو من أي ستوديو هيك التعباني نقول لأ أنا شاستوديو التعباني خلني يا مر بدي لا اسم يعني أوكي ما بدي أحكي شيء المشكلة يا جماعة أنه الأبراج كتير سهلي وما فيها أي نوع من أنواع التحدي لا بالوصول للبرج ولا بالتسلق ولا باللغز العجيب اللي بيعطوك يا هذا واو يا الله على صعوبة اللغز اللي بيعطوك يا بالأخير فشوف فائدت لو ما كان فيه تحدي بس مشان تزودوا عمر لعبتكن؟ ولا مشان تتفاخروا بألغازكن الرهيب يلعب قرية ممكن؟ اللعبي فيه شغلي حلوي واللي هي إنه ملياني تلميحات أو إيستر إيجز لألعاب تاني يعني فيه تلميحات حلوي شفتها باللعبي مثل أو حتى بعض الأفلام المشهورة مثل أو أشياء متعلقة بمارفل برضو من الحوارات الجانبية اللي سمعتها كانوا اثنين عم يحكم مع بعضهم فواحد طلب من الثاني شغلي أم هداك قالوا هاي جملة بقولة ممثل مشهور اسمه ما أحد يمهتم يمكن بس أنا كتير مبساط لما سمعت أنا أنه أوه هوا آه عرفت هاي الحرق؟ أيواب الزال حتى في إيستر إيج لأ واحد مسكين عام المفاجئة لحبيبته يعني اللي بيعرفها من خمس سنين طلب من المطورين انه يحطوه لعبارة هل تتزوجينني؟ باللعبي نفسه لأنه ماشاء الله بعد خمس سنين قرر انه أوكي هلا الوقت المثالي حتى تتزوينه فيعني حاب يعمل حركة مختلفة انه يحط لأ إيستر إيج لحبيبته هيكي المهم حبيبته تركته قبل إصدار لعبي ياخي والله يا إنسان عدم مسكين ياخي يعني يا أبن الحلال صار لك بتعريفك خمس سنين ياخي تقدمنا وخلصنا ياخي اتزوجها وخلصنا يعني عم تستنى سبايدر مان عم تستنى تحديد نيبرهود لحتى يقدملك ياه بس بشكل عام يعني التلميحات اللي للألعاب الأخرى أو بعض الايستر ايجز الموجودة حبيتها حبيتها وحسيت إن أعطت اللعبي طعم جميل وبتحس حالك مبسوط لما بتلاقي استر ايج معين أو بتلاقي تلميح للعبي انت بتعريفها أو يعني شغلات حلوة بتعطي اللعبي طعم تفاصيل بسيطة كتير 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 رهيبي بشكل سريع الجانب التقني واجهت منه بعض المشاكل أنا ما بعرف المشكلة من البلايستيشن لأنه أنا عندي بلايستيشن 4 العادي مش للبرو ولا المشكلة من اللعبي واجهت بعض المشاكل التقنية مثل مرة كنت عم بحل اللغز بعدين قررت اطلع ما قدرت اطلع عصيت باللغز لحتى طفيت اللعبي ورجعت شغلته مرة ثاني برضو في مرة فيه صوت علق ما بعرف انا عم بلعب صار فيه هيكي صوت مزعج كتير علق باللعبي ولا راح لحتى طفيت وشغلته فما بعرف شو المشكلة هالمشكلة من عندي ولا مشكلة من اللعبي نفسه فيه مشكلة بالجانب التقني ما عرفش بشكل عام وخلاص الكلام لعبة سبايدر مان لعبي ممتازي كأساس أساس الجيم بلاي ممتاز تصميم العالم مع تفاصيله ممتازي القصة ممتازي لكنهم خربوا الجيم بلاي باخطاء تافهة ذكرتها قبل شوي وتصميم العالم راح يصير أضعف بالليل بشكل واضح والقصة اللي أحداثها أغلبة متوقعة مشاكل بسيطة باللعبي أثرت على تجربتي شخصياً وخلتني حس إنه اللعبي طويلي كتير في بعض الأحيان وعلى فكرة هذا الإحساس لو وصلني بأي لعبي معناها إنه مو كتير مستمتع فيها أو إنه في بعض الأحيان مش كتير حابب اللي عم بعملو فيها واللي هو بين قوسين التكرار لأنه God of War على سبيل المثال قضيت فيها خمسين ساعة تقريباً وما حسيت إنه طويلي أبداً أو مملي أو شي مثل هيك بالعكس حسيت كأني ختمتها بدقيقة يا رجل أما سبايدرمان اللي هي نص عمر اللعبة الأولى حسيت فيها الإحساس هذا للأسف سبايدرمان بوجهة نظري ما قدرت تتفوق على آخر لعبة AAA من الستوديو Sunset Overdrive ولا قدرت تتفوق على باتمان أركام نايت كلعبة سوبر هيرو منافسة في هذا الجيل مجرد لعبي حلوي وجميلي راح تستمتع فيها أكثر لو قدرت تتغاضى عن سلبياتها ورح تصير وقتها لعبي ممتازي بالنسبة إليك لكن بالنسبة إليه تقييم النهاية للعبة Marvel's Spider-Man 7.5 من 10 لو أنت لعبتها وشايف إنه تقييمة هذا منخفض فهي ببساطة أنك أنت قدرت تتغلب على السلبيات اللي ذكرتها أنا وما قدرت تتغلب عليها فوقتها هنيئاً إليك صراحةً لأنه اللاعب اللي بيعرفيه لعب اللعبي ويتغاضى عن السلبيات فهذا أنا بغبته صراحةً لأنه اللي بيتغاضى عن السلبيات هذا شخص عم يلعب بس مشان يستمتع وهذا الشي جداً جميل ولازم تستمر عليه صديقي المتابع لكن أنا للأسف ما قدرت إتغاضى كثير عن سلبيات Spider-Man وأثرت على تجربته بشكل أو بشكل آخر إذا عجبتكم هاي المراجعة لا تنسوا اللايك، النشر والاشتراك بالقناة إذا ما كنتم مشتركين برضو بتقولي رأيكم بلعبة Spider-Man إذا لعبتوها صلى أسبوعنا هذي الآن بتوقع حالكم تلعبوه يعني وهيك أنا بعرف هلا كتير ناس رح يقولولي سبعة ونص من عشرة يغطيكم ألف عافية المتابع ونشوفكم إن شاء الله في قادم الأيام سلام عليكم